عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا بمقر مدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة تناول الاجتماع عددا من العروض الخاصة بالمتحف المصري الكبير فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للأعمال التي تتم حاليا بالمتحف والمنطقة المحيطة به وكذلك أعمال الطرق كما تضمنت العروض للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمتر الأنفاق الذي يمتد مصاره من غرب الطريق الدائري مارا بمحطة المتحف المصري الكبيرة بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى